ونرصد الآن بالرادار تركيا مع تأكيد رئيس تركي رجب طيب أردوغان مراراً وآخرها كان بالأمس على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها رغم الزلزل وتدعياته تعقد أحزاب المعارضة التركية اجتماعاً في العاصمة أنقرة وذلك لاختيار مرشحها لمنافسات أردوغان في الانتخابات المقبلة وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشتار أغلق قبيل الاجتماع أنه سيجري اليوم الاتفاق على اسم المرشح فيما رجح نائب رئيس حزب السعادة بولند كايا أن يتم الإعلان عن مرشح الطاولة السوداسية للانتخابات الرئاسية بعد العاشر من مارس الجاري وللمزيد ينضم إلينا من اسطنبول مرسلنا محمد مش هراوي محمد إذن هل رشح أي شيء عن هذه الاجتماعات والمساعي المساعي للتوحيد جبهة المعارضة في هذه الانتخابات الذي رشح إيمان حتى اللحظة هو أن الخلافات ما زالت قائمة بين أحزاب الطاولة السوداسية لم تتفق حتى اللحظة على اسم المرشح الذي سيمثل المعارضة في منافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات التي أعلن أنها ستكون في الرابع عشر من مايو المقبل هذا يعني أننا أمام مسافة زمنية 75 يوما فقط على هذه الانتخابات المهمة وذلك وقت ضيق وحرج لأحزاب المعارضة لذا في الشارع التركي يبدو هناك حالة إحباط من قبل المؤيدين لأحزاب المعارضة التركية المعارضين بطبيعة الحال للحكومة التركية كانوا ينتظرون من هذا الاجتماع الثاني عشر الخروج باسم المرشح الذي سينافس أردوغان ولكن المؤشرات حتى اللحظة تقول بأنه لن يتم الإعلان عن اسم هذا المرشح في اجتماع اليوم وقد يرجى إلى ما بعد العاشر من الشهر الجاري يتساءلون هنا عن الوقت المتبقي لقيادة الحملة الانتخابية لأي مرشح كان في غضون خمسة وسبعين يوما هذا وقت غير كاف لإقناع الشارع بهذه البرنامج الانتخابي وبالدعاية الانتخابية كيف سيزور هذا المرشح المناطق المنكوبة من الزلزال وكيف سيتواصل مع سكانها على الرغم من أن كثير من سكان هذه المناطق محسوب على المعارضة التركية أو تحظى المعارضة التركية بتأييد واسع في بعض من مناطقها على أية حال هنا هذه التطورات تطرح سيناريوهات متعددة بدأت في اللحظات الأخيرة هي أن تخرج المعارضة بأكثر من مرشح وليس مرشح واحد لأن خلافه الرئيسي يتركز على أن بعض أحزاب المعارضة تعترض على اسم كمال كليشدار أوغلو ويقولون في حال تم الإعلان عن كمال كليشدار أوغلو مرشحاً للمعارضة في منافس أردوغان ذلك سيكون بمثابة هدية مقدمة لأردوغان لأن الفوز سيكون حليفة كما يقولون إنما السيناريو الآخر هو أن تخرج المعارضة بأكثر من مرشح بهدف إرباك ساحة المؤيدين للرئيس التركي حسب وصفهم نعم شكراً لك إذن من إسطنبول مرسلنا محمد مش هراوي وسنكون معك في المتابعة عن هذه الاجتماعات ومخرجاتها